بالنسبة للمؤتمر الذي يعقد الآن في دولة البحرين على المرأة البحرينية بصفة خاصة وإن كنا نرى أن هذا المؤتمر لا يخص المرأة في البحرين فقط وإن كان يتواكب ويتزامن مع ذكرى استشهاد الرائدة بهية في حركة 14 فبراير لكننا نريد أن نعمم ما يحدث في الشارع السياسي البحريني ونعطي له بعض التوجهات ولا نقول إسقاطات على ما يجري في الشارع المصري والشارع العربي والشارع الإسلامي بمعنى أوسع فالإشكالية التي تواجه الأرضية السياسية في العالم العربي والعالم الإسلامي الآن وخاصة من المنظور النسائي الإسلامي هي إشكالية كيفية أن تكون الدول العربية والدول الإسلامية في مجريات أحداثها تتواكب مع ما يكون لدى شعوبها من طموحات هذه الطموحات إذا أردنا أن نقننها أو نضع لها تحديدا أو نضع لها تصورا فإن الاستراتيجية الوحيدة التي تجري وراء هذا الطموح لدى الشارع العربي والإسلامي يكمن ويظهر من خلال توجهات المرأة واختياراتها وتفاعلاتها التي تؤدي بها إلى النزول إلى الشارع السياسي وإلى النزول إلى ميادين العمل الاجتماعي وإلى ما هو أقصر من هذا أن تكون شهيدة في مواكبة وفي مقدمة أي حرقة سياسية تظهر في الشارع العربي أو الإسلامي نريد أن نوجه أولا هذه المنظومة ونتجه إلى دولة البحرين ومن دولة البحرين نعرج على مصر ومنها إلى العالم العربي ثم العالم الإسلامي بالنسبة بما يجري في دولة البحرين مثلها مثل الدول العربية فإن هناك حالات من حالات الحراك السياسي الاجتماعي الاقتصادي نحو بعض الأنظمة التي تريد شعوبها أن تقنن وضعها أولا ثم أن تبحث عن بديل أو تغيير يلاقي طموحات هذه الشعوب في سياسات وتحديات المستقبل هذا ما يخص الشرع البحريني والعربي الإسلامي في مصر كذلك يمكن أن نضع هذه النقطة أو تلك التحدية المستقبلية ثم نأتي ثانية لماذا اختارت دولة البحرين هذا أو جمعية الوفاق بمعنى الصح هذا اليوم لتعقد هذا المؤتمر النسائي على خلفية إسلامية مما لا شك فيه أنها رسالة توجه إلى العالم ليس العالم العربي أو العالم الإسلامي فقط ولكنها توجه إلى العالم الغربي نفسه لتبين له أن المرأة ليست كما يظنون في الشرق وليست كما يتصورون في الإسلام لا هي لها دور ولها محرك وهي أيضا باعث على حركة سياسية وحركة تحدية مستقبلية في الشارع الموجود سواء في البحرين أو في مصر أو بقايا دول العالم العربي والعالم الإسلامي التي تعج بحركات تغيير قد ظهرت فعلا أو حركات تغيير مازالت تحاول أن تظهر إلى السطح إذا أتينا إلى تفعيل الدور النسائي في العالم العربي والعالم الإسلامي وأخذنا دولتين متقاربتين هما البحرين وهما مصر باعتبار أننا ننتمي إلى مصر وطنيا وننتمي إلى البحرين إسلاميا وعربيا فإننا نجد أن التداعيات والإشكاليات التي تواجه المرأة هنا وهنا تكاد تكون واحدة فإن المرأة هنا في حركة التغيير وحركة التحدي المستقبلي لها دور هي قد أتت ببعض الممارسات وأتت ببعض الفاعليات ولكنها ما زالت تنتظر الكثير من حركة التغيير التي تطمح إليها أن تكون أكثر تأثيرا وأكثر فاعلية وأكثر امتدادا للمستقبل ثانيا أن هذه المرأة أثبتت دوما أننا عندما نريد أن نحرك الشارع السياسي ونريد أن نحرك بعض الفاعليات الاجتماعية وبعض التداعيات الاقتصادية التي قد تواجه أي بلد من البلاد نتكلم على مستوى البحرين ومصر فإن المرأة لها دور في هذا التحدي وفي هذا التغيير أو في المطالبة بالتغيير كون أن هناك أكثر من شهيدة في دولة البحرين وأكثر من شهيد في مصر فإن هذه القضية ليست أن هذا الدم له ثمن يجب أن يدفع لا أن هذا الدم أصبح له قدر بأنه قادر على تغيير واقع معين داخل هذه البلدان هذا الواقع يقف أمام تحديات المستقبل معلن عن شيء واحد فقط لا غير أن التغيير قادم وأنه إلى الأحسن أن التغيير قادم وأنه إلى الأفضل سواء من ناحية السياسة من ناحية الاقتصاد من ناحية الخلفية الاجتماعية العدالة الاجتماعية وخاصة أن نقطة العدالة الاجتماعية كما تراها المرأة في البحرين وكما تراها المرأة في مصر لا تتحقق إلا من خلال منظومة سياسية إسلامية هذه قعدة لا نقاش فيها نهائيا ثم نأتي إلى دور آخر نريد أن نوصل كما قلت لحضرتك نريد أن نوصل رسالة إلى العالم الغربي أولا الرسالة التي وصلت إلى العالم العربي والعالم الإسلامي هي أن تلك المرأة المحركة لذلك الحدث في الشارع العربي والشارع الإسلامي والشارع السياسي في كل منهما هي قادرة على أن تبعث روح جديدة وقادرة على أن تقف في مواجهة قمع بعض الأنظمة وقادرة على أن تحقق ما حققته أمهاتها في السلف الصالح وفي تاريخ مصر الإسلامي الجهادي الذي يعج بالنمازج النسائية التي لن تجد لها مثيل أبدا لا الفكر الغربي ولا الفكر العربي بعيدا عن النظر الإسلامية لهذا الفكر ثم تأتي النقطة الثانية أن هذه المرأة تبعث مرة أخرى برسالة إلى العالم الغربي أنني لست تلك الصورة التي ترونها في المسلسلات ولست تلك الحريم التي تستغل ولست تلك المرأة التي جاء الإسلام حتى يقهرها ويستعبدها ويجعلها تلك السلعة لا أبدا هذا المفهوم السلعي للمرأة هو مفهوم دخيل علينا دخيل علينا من الغرب ونحن لا نعرفه ولكن بكل أسف تم تغطية هذه السلعة وأخذت بشكل إسلامي الإسلام بريء منها فما نراه الآن على الساحة في البحرين وما نراه على الساحة في مصر هو يبين لنا أن المرأة ليست عنصرا يمثل نصف المجتمع فقط ولكنها تمثل عنصرا يدفع بالمجتمع جميعه نحو ما يصب إليه هذا المجتمع من تحديات للمستقبل تظهر في شكل واحد هو كيف يكون هذا المستقبل مشرقا كيف يكون هذا المستقبل له باع وله نظرة وله مواجهة وله مكانة شديدة ومكانة قوية في مواجهة العالم الغربي بكل تحدياته وبكل ما يحاول أن يفرده على تلك الصورة العربية الإسلامية من قمع ومن غمود ومن سلبيات وبهذه المناسبة فإننا نتوجه إلى المرأة البحرانية ونذكرها دوما أن الشهيدة لم تدفع دمها هباء لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزكون ولكن هذا الدم الذي دفعته الأستاذة بهية وذلك الدم الذي جرى في الشارع المصري منذ تاريخ مصر القديم والحديث والمعاصر هذا الدم لم تشربه الأرض هذا الدم ما زال يبعث بروح وطاقة أن فعلا الإسلام الحقيقي قادم بشكله الذي فعلا سينير الطريق للغرب وسينير الطريق لنا حتى نقف أمام منظومة تلك المنظومة تتحدث عن شيء واحد أن ذلك الدين وتلك القوى الإسلامية البازغة القادمة في الطريق ليست هي تلك القوى الإرهابية المدمرة المنفرة التي تواجه التكنولوجيا ولا تأتي بها ولا تتعامل منها لا هناك شكل من قوى تتحدى المستقبل بكل ما أتيت من علم وبكل ما أتيت من تاريخ وبكل ما أتيت من حضارة ليس للتقف على قدم المساواة مع حضارات أخرى ولكنها لتتعداها وتتوقف عليها شكرا